طلاب الصف الرابع اهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية درسنا لهذا ديم هو يونتو لسن فور اسكول دي اسكول دي اندي اسكول كنا نعرف اسكول يعني مدرسة دي يعني يوم يعني يوم في المدرسة او يوم مدرسي عندي هنا صديقنا عالد راح يحكينا عن يوم ما شوان يقضي من بدايته الى نهايته عندي ريد ما ننسى نقل دائما هاي العبارات او الملطق السؤال ريد فايند اند رايث دي ويرت ريد اقرأ فايند جد اند ورايت اكتب دي ويرت الكلمات عندي مايسكول دي يعني يومي المدرسة باي عادل باي عادل يعني بواسطة عادل يعني عادل هو اللي راح يحكينا عندي الصفحة نشوف بها مجموعة من الجمال كل الجملة انتهي بصورة بعد صورة اكفراء اذا نريد ان نكتب الكلمة اللي تمثل الصورة الكلمات اللي نجيبها موجودة هنا عندي في اسفل الصفحة عندي باللون المستطيل باللون البرتقالي عندي الكلمات هي اون فوت يعني اون على فوت اقدام اون فوت قدم اون فوت على القدم سيستر اخت ايت اكلوك وقت هذا عندي ماث رياضيات ناين هندرد هذا الرقم عندي لانج يعني غدا ابدي بالجملة الاولى وعندي هنا فراغ داش عندي اليوم تيوزدي ثلاثة اي انا اذهب توسكول الى المدرسة ات هاي ات تتمع الوقت اذا نابسة بالصورة عندي ساعة ثمانية ساعة ثمانية انا راح اجي بين الكلمات المنطين اياها انا راح القي ايت اكلوك موجودة اذا رأسا اجي اكتب ايت اكلوك الفراغ الاول وتصر عندي جملة تصر عندي جملة هالشكل اي قو اه today is tuesday اي قو توسكول ات ايت اكلوك عندي الجملة الثانية اي قو توسكول وعندي هاي الصورة اي انا اذهب تو الى سكول مدرسة وعندي صورة اقدام طبعا هنا كل واحد من عندنا يروح للمدرسة بطريقة بعض الناس تروح بالباس بعضها بالسيارة وبعض الناس تروح مشين على الاقدام اذا هنا عندي منطيني صورة اقدام هنا الكلمة التي راح اتناسبني هي على القدم يعني هنا صديقنا عادي يروح للمدرسة على القدم عندي جملة الثالثة هي ذرار ذرار هناك ذرار هناك داش تشلدرن تشلدرن ان ماي سكول انتي تشلدرن يعني اطفال اطفال ان في ماي سكول مدرستي هنا عندي يريد من عندي عدد الاطفال الموجدين بالمدرسة راح اشوف بالكلمات المنطينية اكو رقم يمثل نعم عندي ناين هاندرد ناين هاندرد راح اضيف ناين هاندرد رقم تسعمية ناين هاندرد حت تكون عندي جملة ذرار ناين هاندرد تشلدرن ان ماي سكول اللي بعدها عندي اون تيوزدي اي هاف ارابيك جم kadar rape ناينج اشترا shuffle لدي ناينجه اصبار ي Government وعند trusted وعند هنا وهو صورة مادة الرياضيات عندي لدي امنILLAN مطلوبا عندي بهذا الفرغ اخلي اسم مادة الرياضيات un call عندي فستوري ال Tweets day يعني في الثلاثة آيم او بثلاثة Guam ni هاف عندي عربج اللغة العربية ��uz近 أيADE secondary عندي هنا مادة الرياضات مثل ما قلна اندو هستوري يعني التاريخ هنا راح اجي اشوف بالكلمات اللي منطينية اكو كلمة ياس ماذس ماذس يعني الرياضيات ماذس رياضيات مادة الرياضيات عندي ماذس راح اكتبها بالفراغ الجملة اللي بعدها اي هاف ماي وهاي الصورة تأكل عندي داش اتهم اي هاف اي انا هاف اتناول ماي اكيد هاي الصورة بها الدجاج والرز عندي اكيد ما حالي تناول على الفطور دجاج والرز اكيد هي وجبة مهمة اللي هي وجبة الغداء اي هاف ماي شنور وجبة الغداء الغداء عندي معنى باللغة الانجليزية هي كلمة لانج اذا لانج راح اخليها بالفراغ حتى اتمثل الصورة اللي هي وجبة الغداء doing there at home في البيت i have انا اتناول my lunch at home i play with my baby dash and brother i ana play العب with my my baby طبعا هاي بيبي sister اذا هنا اكون كلمة sister yes sister عندي موجودة اذا نخلي بالفراغ كلمة sister حتى يصير تصير الجملة عندي كاملة عندي هنا القطعة التي تخص صديقنا عادل انتهت عندي بأسفل الصفحة عندي what about you معناته ماذا about عن you أنت عن الثنينات ومعناته عنك what about you ماذا عنك كل واحد من أنه راح يملي هذا الفراغ بالشيء لي ناسبه I go أنا ذهب to school إلى المدرسة at مادام أكو at إذن من يريد من عندي وقت كل واحد من عندنا يروح بالوقت اللي يناسبه هو بعضنا أنه يروح بالسبعة ونصف بعضنا سبعة وخمسة واربعين دقيقة وبعضنا ثماني يعني سبعة وخمسين دقيقة إذن كل واحد مننا يكتب الساعة اللي يروح بها للمدرسة عندي I go أنا ذهب to school إلى المدرسة buy لو اذا buy راح نقول buy bus buy car لو بالباس لو بالسيارة الon تجي معها foot foot يعني على القدم foot شفونا on foot على القدم وإذا جمعناها كده راح تصير on feet إنه on foot يعني على القدم إذا جنت تروح ماشي للمدرسة عندي الصفحة الثانية عندي بها أيضا قطعة عن صديقتنا Liz Liz هاي صديقتنا أخذنا أيضا من الدروس السابقة كي تذكرونها ها صديقتنا Liz عندي هنا read find and write the words read اقرأ find and write اكتب the words الكلمات عندي my weekend by Liz my weekend week يعني أسبوع and يعني نهاية weekend يعني نهاية الأسبوع by Liz يعني قصدنا العطلة اللي موجودة بنهاية كل أسبوع وين وين تقضي صديقتنا Liz وش راح تسوي في عطلة نهاية الأسبوع عندي today is Saturday I go shopping with my dash at ten o'clock عندي today اليوم is Saturday يوم السابق I أنا go أذهب shopping للتسوق with مع my شنو هاي صورة امرأة كبيرة إذن واحدة من أفراد العائلة داش أكيد هذه والدة لز إذن راح نشوف أكو كلمة mom yes عندي كلمة mom إذن بالفراغ الأول راح أخلي كلمة mom يعني ليس أذهب للتسوق with mom at ten o'clock عندي الصورة الثانية الجملة الثانية و go shopping buy وعندي صورة باص و نحن go نذهب shopping للتسوق buy بواسطة هاي الصورة شنو صورة باص إذن أجي أشوف إذا عندي هنا بالكلمات المنطين إياها موجودة yes باص موجودة إذن راح أخلي بالفراغ الثاني كلمة باص عندي الجملة الثالثة there are lots of there are يعني هناك lots of الكثير من وعندي صورة سيارات إذن لازم أشوف كلمة cars موجودة بلولا and و shops يعني محلات راح أجي أشوف بالكلمات المنطينية كمساعدة ياس موجودة كلمة cars نعم إذن راح أخلي بالفراغ كلمات cars يعني سيارات عندي on sunday i play with my friends in the dash زين on sunday يعني يوم الأحد i أنا play ألعب with مع my friends أصدقائي in في the هذا المكان اللي بألعاب شنسمي أكيد اسمه park راح نشوف أكو كلمة park موجودة جوا أكو كلمة yes أكو كلمة نعم أكو كلمة park هذا راح أخلي بالفراغ park يعني متنزة park يعني متنزة والمكان اللي يعني تكون بموجودة الألعاب there is هناك يعني swing يعني مرجوحة وعندي صورة هاي اللعبة هاي اللعبة شسميناها خدناها بداية الكتاب باليونة الأول اللي هي slide slide عندي bars لعبة القضبان الحديدية and around boat يعني الفرارة اللعبة اللي تفتر عندي راح أدور هناكو كلمة slide yes موجودة نعم إذن هاي اللعبة اسمها slide يعني خدناها باليونة الأول عندي we have a launch ونحن هاف نتناول a launch الغداء in فيب يا مكان شوفوا هذا الكافي يعني كفترية أو مقهاء كفترية dash I like أنا أحب I أنا like أحب رايز اخذنا الرايز نحن نعرفها معنا تارز and و chicken الدجاج زين أجه هنا أكو كلمة كافي نعم موجودة الكافي موجودة هنا بالكلمات المساعدة اللي من طين إياها نعم موجودة كلمة كافي عندي هنا I go home at وعندي هنا صورة ساعة وهنا عندي الوقت بالتحديد ساعة ثلاثة ضبط I أنا go أذهب إلى البيت آت مدام أكو آت يعني لازم وقت بعدها هنا عندي راح أشوف نعم أول كلمة بالكلمات المطينية هي كلمة ثري الوقت يعني ساعة ثلاثة ضبط آني آه أذهب إلى البيت آق عندي وإلي هنا انتهينا من حل قطعة لتخص صديق وإيضا حلين القطعة لتخص صديق عادل آه وانتهى درسنا لها هذا اليوم أتمنى تكونوا استفاديتوا وشكرا للمتابعة